دي مقطع من نشهد شفت انت الحاجات دي كلها جداً عطت حاجة وتكتوك تكتوك كله دلوقتي خليمان لا بصباح في الان الاسكتش لنا يا أصلي مش هينفى نعمل اسكتش مسلاً ساعة أو مسلاً في الملأ إمكانياتنا ما نقدرش نعمل ده هنين زي كساس كسيرة عملنا حاجة خفيفة وفي الان ما جايان ما كانش في دماغنا مسلاً حط لهذاك كأسفاف هي مسلاً ما فاش اي مسلاً إسفاف أنا عادتك أنا متهمتكش خالص لا لا مش حضرتك والله لا 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 أنا الهدف من القاعدة دي أنا برضا أنا بتعلم من حضرتك والله ربنا خليك ممكن يبقى أنا إسني حاجة في الهدف انه نعرف أكتر يعني الهدف انه نفهم الدنيا هي الفكرة واحدة بس نفكرنا فيها إن شاما دي تكون حاجة في الآخر تخلي الناس تكمل تبقى عندها صبر تتفرج على ديئتين ونص دول آه هو ده الفكرة إنه هو يدور تحت العربية ما كل اللي هيشوف في البرومو لما نزلنا البرومو جبنا حيث نهو بيدور تحت العربية ما كل اللي هيسمع شعيمة وبيدور تحت العربية فلا أكيد مش بني قدمة مش هت بس هادي الفضول فمس دخلت في زكاة في الموضوع في زكاة في عناصر معينة تضمن إنه يتحول ترند ولا كل واحد وبخته لا طبعا فيه بس في عندنا حاجتين في حاجات زي الكتابنا بيقول آه وفي حاجات شعب ملوش كتالوج آه يوسف آني واحد فيه شعب ملوش كتالوج إحنا عندنا في مصر عندنا فيه عوامل كتيرة جدا تسعد فيديو زي ده أو غيره أو شبهه إنه ينتشره بسرعة جدا وده اللي إحنا لحظناه الفترة اللي فاتت فيه جزء منها اجتماعي إنها اسمتغوطة عايزة تشوف حاجة خفيفة مش عايزة تشوف حاجة قوية بقى ويعود يفكر ويوجع دماغه مش عايز برضو زي ما الدكتور زكر كده إنه هو يعود يبص على حاجة خمس دقايق هو عايز حاجة قصيرة ولذلك فيديوهات التكتوك بدأت تبقى أكثر رواجا من اليوتيوب وناس بدأت تتجه دي الحاجة الأهم من كل ده وده إنه هو في الآخر هو مفيش أغنية هيا كلمتين أنا أستخدم هو مين كاتب الكلمات لا مين كاتب